شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم على إنجازات غير مسبوقة ومشروعات قومية كبرى ساهمت في وضع خريطة لتنمية عملاقة لمصر في القطاعات كفة ويأتي القطاع الزراعي على رأس الأولويات باتباره أهم القطاعات لارتباطه بالأمن القومية وشهد تنفيذ عدة مشروعات قومية ساهمت في الارتقاء بهذا القطاع الهام وتحقيق طفرة كبيرة به إنجازات غير مسبوقة ومشروعات قومية كبرى شهدها عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه بقاليد حكم البلاد ساهمت في وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر في القطاعات كفة يأتي القطاع الزراعي على رأس الأولويات باعتبار أهم القطاعات لارتباطه بالأمن القومي وشهد تنفيذ مشروعات قومية من صوب زراعية بهدف إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان والمشروع القومي للصوامع للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي منه الذي تضمن إنشاء نحو خمسين صومعة بساعة تخزينية تقدر بنحو واحد ونصف مليون طن موزع على سبعة عشر محافظة بالإضافة إلى مشروع تشكا الخير في جنوب إسوان ومشروع الدلتة الجديدة وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب والتي تجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيسيات وإنشاء مزرعة الإنتاج الحيواني النموذجية في منطقة غرب المينيا وإنشاء المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بالسادات هذا بجانب المشروع القومي لتطوير البحيرات مما يعزز من إنتاجية مصر من الثروة السماكية والتصدير للخارج ويعد مشروع غليون للاستزراع السماكي من أكبر المشاريع السماكية في مصر وفي الشرق الأوسط وإفريقيا بتكلفة 14 مليار جنيه ومشروع الفيروز للاستزراع السماكي الذي يقام على مساحة 26 ألف فدان بطاقة إنتاجية أكثر من 13 ألف طن سنويا يعد مشروع إعادة وتأهيل وتبطين طرع الري بتسع عشرة محافظة أحدث المشروعات المصرية لمواجهة أزمة العجز المائي ويستهدف هذا المشروع توفير حوالي 5 مليارات متر مكعب من المياه المهضرة وإنشاء محطات لتحلية المياه من ضمن المشروعات الصناعية مشروع المثلث الذهبي والذي تبلغ مساحته نحو 7000 كم مربع ويعد قلعة اقتصادية صناعية جديدة في صعيد مصر يحقق عوائد سنوية للدولة تتروح ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار سنويا فضلا عن إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان وإنشاء المدينة الصناعية الغدائية سايلوفودز بمدينة السادات في محافظة المنوفية والتي تعد أول وأحدث مدينة صناعية متكاملة كما يعد إنشاء مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطور وتعد مدينة الروبيك الصناعية للغزل والنسيج والصناعة الجلدية من أهم المدن الصناعية الحديثة والصديقة للبيئة والتي تم تصميمها وفق أحدث المعايير العالمية وإنشاء مجمع للأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة أحد قلاع الصناعة العملاقة في مصر وفي الشرق الأوسط وإفريقيا وتعد مدينة الأثاث في ضميات أحد المشروعات القومية الكبرى وإحدى سلاسل المدن الجديدة المتخصصة في الصناعات الاستراتيجية فضلا عن الطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع الطرق والكباري وتعد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض من أهم المشروعات في مجال النقل البحري من بين تلك المشروعات الكبرى المشروع القومي لتنمية سيناء يتضمن هذا المشروع الربط بين سيناء والدلتة وباقي الجمهورية ومشروعات شبكة الطرق والأنفاق في سيناء حيث تم تنفيذ 63 مشروعا بأطوال تصل إلى 3440 كيلو متر بالإضافة إلى أنفاق قناة السويس ويعتبر مشروع التجل الأعظم فوق أرض السلام في مدينة سانت كاترين من أهم المشروعات في أرض الفيروز فضلا عن إنشاء المناطق الاستثمارية وسلسلة المدن الجديدة الكبرى والمدن الذكية التي تشمل عدة مدن من بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة والتي يمثلت نقطة تحول لوجه الحياة في الجمهورية الجديدة ويأتي المشروع القومي لتطوير كرة الريف المصري لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة ويهدف المشروع إلى تطوير القرى المصرية البالغي عددها 4741 قرية وتوابعها بتكلفة إجمالية وصلت إلى 700 مليار جنيه بالإضافة إلى الإسكان الاجتماعي يعد مشروع محطة الضبع للطاقة النووية تتويجاً لسنوات عديدة من الجهود المصرية لإدخال الطاقة النووية إلى مصر الذي يستهدف إنشاء محطة تضم أربعة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بإجمالي قدرات 4800 ميجا واط بتكلفة إجمالية 20 مليار دولار كما تعد محطة الطاقة الشمسية بنبان في أسوان أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في إفريقيا والشرق الأوسط يستهدف هذا المشروع إنتاج 2000 ميجا واط من الكهرباء نهضة تنموية كبرى تلك التي أحدثها الرئيس عبد الفتاح السيسي إنعكس صداها على الاقتصاد وبعد ذلك واضحاً في التقييمات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية والتي أشادت بالأداء القوي للاقتصاد المصري رغم الصعوبات التي يواجهها خاصة في ظل تداعيات الأزمات العالمية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة